حسنا جميعا نعطيكم العافية خطر قبالي هيك فيديو كثير 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 مهم هيك اجت من او لبع من مجموعة اسئلة كنت تجيني من شباب عم بيحاولوا انهم يجوا على خطر ونشتغلوا في خطر هاد الفيديوهات راح تكون مفيدة راح نزل اول كم فيديو منهم هيك كل فترة راح ننزل الفيديو الفكرة في الموضوع انه راح تكون عشر نقاط ضد عشر نقاط أو خمس نقاط ضد خمس نقاط عن بوزيتبز و نيجاتبز ونحن ممكن نخدهم من عمل شغلة معينة ومن الاسئلة اللي اجتني كثير ايش محاسن وموساوى انك انت تشتغل في دولة قطر ما اني انا مشتغل في دولة قطر مهندس نعماري في شركة استشارات هندسية وشتغلت مع عدة شركات دولة قطر عملت شويه في دولة قطر وفتحت الحالي اكتر مجال اعطيت دورات في دولة قطر سوصر عملي شوي خبرة اني انا احكي لك شو محاسن ومساوى انك انت تشتغل في دولة قطر وهذا راح يكون مندع او اول فيديو لمندع فيديوهات ممكن تكون من هاد القبيل 10 vs 10 او 5 vs 5 ايش المحاسن ومساوى advantages like and dislike لا اشي احنا ممكن نكون ان سألنا عنو فخلينا نبلش موسيقى 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 زي ما احكي لكم اجتني عدة اسئلة عن انو 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 ايش محاسن مساوى انك انك عم تشتغل في دولة قطر يا ريت لو تحكينا او يا ريت لو تحكينا عن هذا الموضوع فحبيت ان انا اعمل هاد الفيديو بداية انا راح تكون مجموعة الفيديوهات اللي راح عاملها في هذا الصدد عن موضوع العمل في قطر وموضوع الشغل وموضوع الوظائف موضوع ممكن الاشياء اللي بتفيد في الشغل اكتر من اي اشي تاني لا ترون ممكن انو يصيب مواضيه مختلفة على حسب الاشياء اللي راح تشاركوني فيها في الكمنتس سواء عن الموضوع اللي بحكيه يا ريت لو تشاركني ايش من المحاسن ومساوى في الموضوع اللي انا عم بحكيه للفيديو تابع اليوم اذا كنت انت بشتغل في دولة قطر او انت كنت تشتغل في اي دولة ايش محاسن وايش مساوى الشغل اللي انت بتعمله في المكان اللي انت جاعد بتعمله علشان الكل يستفيدني هذا الموضوع وليترون بالفيديوهات اللي راح تسويها ياريت لو تشاركوني بمحاسنة مساوئ whatever الاشي اللي راح نطرحه وان كيس حبيت اننا نحكي او نطرح موضوع معين لحتى انك انت تقدر تعرف ايش محاسنة وايش مساوئ فشاركني فيه برضو بالكومنتس او بعتليها سواء على الانستجرام او على الفيسبوك او على الكومنتس الموجودة تحت هذا الفيديو خلينا نطول اكتر من هيك وخلينا نبلش هلا من اهم النقاط اللي انا بعتبرها من محاسن او انك انت تشتغل في دولة قطر مستوى الدخل لان مستوى الدخل في دولة قطر اعلى من اي دولة تانية سبيشالي اذا انت عارفت تتسويق لنفسك وعارفت تهنت بالنسبة للك انك انت تحصل على الوظيفة المهمة بالنسبة للك انت هلا و انت تتفاق DAVID نقطة الاولى في المساوع انك انت تشتغل في دولة قطر مثلا الفيديو انا بعمل في الهندسة والي الكونسلتنج عدد ساعات العمل جداً أنا بالنسبة إلي بعتبره طويل وبعتبره بيكتل اليوم سبعة وشوي بأثر على حياتك أو بأثر على حياتك الاجتماعية بشكل أو بآخر فمثلا أنا شغل من الساعة ثمانية للساعة ستة من ساعة ثمانية صباحاً للساعة ستة مساءاً كل يوم بعديها إذا بدعمل أي سايد جوب أو إذا بدأ طلع مع أصحاب يعني إذا بدعمل فريلانس أو بدعمت دورة أول برها ستكون بعد الساعة ستة المساء بفنتلي بعد الساعة سبعة مثلا أنه إذا بدعمل أن تنصر للمكان أنت بالدكية وبهاي الطريقة وبكون جتل يوم معك للطريقة أو بأخرى من المحاسن اللي بعتبرها جداً إشي كتير منيح في الشغل في دولة قطر إذا أنت من النوع اللي بشتغل في المشاريع هو نوعية المشاريع اللي انت ممكن تتعرض لها واللي انت ممكن أن تشتغلها في دولة قطر هي نوعية مميزة جداً فأنت بتكون هاي إشي بمصلحتك إنك تشتغل بهاي المشاريع على البارد الثاني أو خلينا أحكي المساوئ اللي ريليت شوي لنوعية المشاريع اللي هو ضغط العمل ضغط هائل جداً حكينا على ساعات كليه طويلة لكن برضو ضغط العمل خلال هاي الثاعات اللي طويلة انت تشتغلها هو ضغط كبير فهو ضغط عمل كبير لأنه بهمهم إنه يطلق المشروع طريقة جداً صحيحة 100% وما يكون فيه أخطاء قدر الإمكان ريليتد للمشاريع إذا انت بربو تشتغل المشاريع المشاريع اللي موجودة في دولة كطر هو حجم هائل مش بس من ناحية العدد هو من ناحية البروجيكت سلب يكون مشروع كبير ليتلي آخر مشروع عم بشتغل فيه مساحة 500 ألف متر مربع وفيه 72 مبنى سوى الفكرة في الموضوع انت بتشتغل في خلينا أحكي حجم مشاريع مش موجود في المكان أو في البلد اللي انت بتشتغل مثلاً في الأردنك نمع أن الحجم هذا الكبير من المشاريع أو ممكن يكون موجود لكن ده عدد أو بخلينا أحكي تكرار هذا المشروع كثير قليلاً المشاريع اللي انا بعتبره كثير ممكن تتعرض له إذا كانت الشركة عندك فيها سوق إدارة في بعض الشركات الخاصة إذا كان فيه سوق في الإدارة في بعض الشركات فسلامتك يعني انت بتكون بتعاني في البروجيكت ستشتغل فيهم من النقاط اللي بعتبرها من المحاسن الكثير كبيرة صراحة في الشغل في دولة وقتر البروجيجرز اللي تمشي عليها البروجيكت اللي هي بصراحة المشروع أي عندما تمشي البروجيجرز صحيحة مهتمية وأكيد أحسن المشروعات المشروع التي تمشي عليها في بركض الأحساس المشروع لأنه في общем الوضوع بشكل كبير وخاصة إنه كانت المشروع لديك أيضا مش Candidate هي مشاريع حاجة نعرف إلى الحكومة والحكومة هي ڤي aparece كانت هذه المشروع سو كانت البروزيدر اللي يدامش عليها دفنت لها تكون انترناشنال ستاندرد او انترناشنال بروزيدر من النقاط اللي باعتبرها صراحة من المساوأ في انك انت تشتغل في المشاريع مرات في البلد هون انه تقلبات الاراء للستيك هولدرز تقلبات الاراء للستيك هولدرز اللي هم اصحاب القرارات في الاماكن اللي انت ممكن تكون تشتغل فيها خاصة اذا انت اشتغلت مع واحد منهم لفترة طويلة وكان موافق على المشروع والامور مئة في مئة وانت ماجه وقررت تخلص وبدك تسلب وقد انت بدي تغير الشخص المسؤول عن اتخاذ القرار بخصوص هذا المشروع تتغير سلاع بتاك تبسائل مئة انت بداك ترجع في ايد الشغل واذا تمنح انه بداك في ايد الشغل فانت بداك في ايد الشغل يعني ما في اي سبب او ما في اي طريقة تاني انك انت تقدر انك انت ما تعيد الشغل من الاشياء اللي كتير مفيدة كمان من العمل في دولة قطر انه كل اشي رح يكون على الموظف لترا لكل اشي انت رح تعمله سوء انت رح تتعلم بشكل كتير كبير وشكل كتير سليل انك انت تعمل كتير اشياء في الشغل تبعك النقطة الخامسة في المساوئ اللي انا برضو بدي احكيها انه برضو كل اشي على الموظف انت رح تعمل كل اشي رح تعمل اكتر من job description تبعك فبرضو هاي من المساوئ مش بس من المحاسن لانه حاس انك هتتعلم الاشياء اللي انت ما كنت متعرض لها لكن المساوئ انك انت رح تاكلها بالشغل انك هتعمل كتير اكتر من شغلها هلا انا وصلت للنقطة الخامسة وحس انه الفيديو صار طويل اذا شفتوا انا عم بعمل editing للفيديو وانه صار طويل فراح اقسمه ل two parts وفي البارت التاني رح ابلش من النقطة السادسة اللي رح هو ينزل مقروض في يوم تاني غير اليوم اللي رح ينزل فيه هذا الجزء سو اذا كان الفيديو قويل فالجزء الثاني هلا بلش في الفيديو تبع المحاسن ومساوئ للعمل في دولة قطر ان شاء الله انو يكون الفيديو مفيد وان شاء الله انو ستوسفيتنت منه ان شاء الله اشوف جعله التشترني هوا في دولة قطر وماخذ البرزيات ال� levels وزيادة شكرا لكم يعطيكم الف عافية لاشوكم فيديو الجاي اذا شفت انو اذا الفيديو هاتف مفيدة ياريت لو تحطينا في التتص demişكم ايضا quarto وياريت لو تحكيلها عن محاسن مساوئ اذا كنت شكون في دولة قطر فى ايل المحاسن مساوئ منذه والشغل الشغل الى انت بتعمل في دولة قطر في دولة تانية اعطينا محاسم مساوئ في الدولة اللي انت تشتغل عليها وعطينا رأيك في هاد الفيديوهات وحكي لنا ايش ممكن انه نطرح محاسم ومساوئ فيه فيديوهات ثانية ممكن تفيد الجميع اذا الفيديو مفيد اعمل لايك اعمل شير اعمل سبسكرايب اذا لقيت انه انت حابب انك تسمع كتير دايما من هاي الفيديوهات فعمل انابل للنوتيفكيشن بل اذا ممكن تفيد شخص واحد مني بتارفهم اعمل شير بليز للفيديو وشكرا لكم مرة ثانية اعطيكم الفاتحة وشككم فيديو الجاي